دايماً كاميرا يوم سعيد بتنزل للشارع وبيكون دينا أسئلة اللي ممكن تخطر في دال أي حد ودايماً كده بيكون أسئلة وجودية أحياناً فكان السؤال لو بقيت سوبر هيرو إيه هي القوة الخارقة اللي تحب أن أنت تمتلكها وعشان إيه؟ عندك طموح معين في الموضوع ولا أنت مش بتفكري في سوبر هيرو ده خالص؟ يعني ما جاش على بالي أن أنا أفكر في موضوع السوبر هيرو دي خالص بس قبل كده كنت شفت مسلسل يعني كنت لما تاخد حبات الكراميل لما تاخد حبات الكراميل دي بتقرأ أفكار الرجالة تحقيقاً أه الستات لأ كان بتقرأ أفكار الرجالة فكابقة بتعمل لها مشاكل وتروح تقول لصحبتها أنه هو مش بيحبها بجد وأنه بيعرف ناس غيرها وكانت يعني الموضوع فدي برضو يعني قوة خارقة الحقيقة أنها تقرأ الأفكار بس ده كده هتستخدمها استخدامات صعبة أهي ما هي النقطة بقى هنا أن هي كانت مش عارفة تستخدمها إزاي وكانت في أوقات كتير بتحاول تسيطر على نفسها أنها ما تقعش في مشاكل بس كان بتقعش في مشاكل لا بس هي ممكن تبتزي الناس لا خالص يعني تبقى ده من ناحية الطيبة وبعدين يعني لما شفيت منها بقت بتقرأ أفكار الأطفال فالموضوع من نسبالها كان صعب جداً تتخذ حاجة بعد الكراميل أوه بس يعني أنا لو لو حبيت الكراميل دي معاية هبقى مبسوطة جداً أنها هعرف الناس اللي قدامي بتفكر في إيه أنا عن نفسي ممكن يبقى سوبر هيرو بالنسبالي أن أنا أحرك الحاجات بإعناية يا سليم ما موجودة دلوقتي بعد كده هنعملها كده المكلمات وتصفح ده أنا عاول كده الحاجات إيه لتشيل الترابيزة مثلاً كده من غرمتهم أي حاجة لأ أي حاجة لأ أدام كلزيز حبيبي بقى أوه لأ تنفع في الزحمة جابي ده والموند أيوة لو بقيت سوبر هيرو إيه الكوة الخارقة اللي تحب تمتلك أنه أنا أوصل الشغل بسرعة أنه أنا أتنفع في ساحة الماية علشان أنا أحب الكائنات البحرية جداً ونفسي يعني أبقى مكتشف لها أكتر ممكن أن أنا أقرع في كوري الناس أحب أختفي أنا عامل كل حاجة برحتي بقى أنا تبقى كل حاجة برحتي بعملها أعيز أرجع للزمان اللي وأعيز زكرات زمان أنا أشوف الناس بيعملوا أي وكده أنا أطير أحب أطير في كل مهد أخروع في أي مكان ممكن نجيب هوي الناس قوة بتاعت الإختفاء مثلاً ليه أختفي يعني ممكن في مواقف مش لطيفة مش ظريفة مثلاً أختفي منها أعتير إن شاء الله أعرف اللي قدام بيفكر فيه يعني بيقولي في سره مثلاً لما يكون عندي مشاكل كتير أو أختفي إن أنا أتطلع على أفكار وكده لأنه ده يساعدني إن أنا أعرف اللي قدامي سواء كان بيتمنى للخير أو بيتمنى للشر ده أنا كأني قريت أفكار الناس يعني أنا من غير ما أشوف التقرير أنا ما شفتوش الحقيقة ما عرفش إنهما كل الناس نفسها تقرى الأفكار يعني فلقوها إيه يعني بجد بس هي سلاحزوا حدين أنا الحياة ما حبش ما حبش خالص لأنه إنت ممكن تبقى بتتعامل مع شخص في النطاق معين إنه قريب منك وإنت متوسم فيه إنه هو بيعاملك بمحبة وكذا وبتاع وهو مثلاً بينافقك لا هي الفكرة إنه لو حتت إنه أنا بقرأ أفكار كل اللي بيتعامل معايا لا هي صعبة هي صعبة هو سلاحزوا حدين لا أنا بالنسبة لي هو حد واحد لأن هتتعب يعني هيبقى تعب نفسي لا خليه إنه أتعامل وكل واحد ونيته بس كل واحد ياخد باله بس مش أكتر يعني يتعامل بحرص لا بس هي برضو لها ميزة إنه أنت يعني تعرف الشخص وتعلم عليه يعني يعرف فلوه مش هتعامل يعني ما تتعاملش معاه يعني إذا هو شخص مش جيد فخلاص تخرجه من دايرتك لكن لو هو شخص كويس وكده لا بالعكس تقارب منه يعني في نفس المسلسل هي أصلاً عرفت إن الشخص اللي هي بتحبه وهي فاكرة مش بيحبها إنه هو بيحبها جداً بس مش بيبين فالأفكار اللي هو كان بيفكر فيها كانت بتوصل لها يعني برضو دي ميزة حلوة عندك تعرف بقى شريكك بيحبك ولا لا ماشي تنفع الزوجات جداً بالنسبة لزوجهم دي بالنسبة لنا حاجة جميلة جداً على أقل بدل ما نيجي نقول عايز تتغدى إيه فاتقول كل حاجة أي حاجة فنعرف الحاجة اللي في دماغك بالزبط لأن أكيد فيه حاجة في دماغ بس هتبقى كويسة بالنسبة للرجالة مع الزوجات علشان كلمة الاهتمام ما بتطلبش خلاص هتبقى معروفة أصلاً هيباني الاهتمام من الأفكار يعني مهتمة بس مش قدري عارف هي عاوزة إيه وفاتيهتم بيها فهيبقى الاهتمام ما بتطلبش أصلاً دي كلمة برضو من الأسئلة الوجودية عند الناس كلها وعند الرجالة تحديداً ربنا يعينهم في الموضوع ده يعني أهو عموماً السؤال بتاع القوى الخارقة ده أكيد كل واحد إننا عنده قوى خارقة بس يحاول يكتشفها خارقة مش بمعنى اللي هي بقى السوبر هيرو بتاعة الأفلام لكن خارقة بأن أنت تعيش بيها كويس وتقدر تتبسط بيها في حياتك